كل ما هتوسع بصرك ومقرناتك مع الناس كل ما صدرك هديء لانك هتحس ان ربنا عز وجل متفضل عليهم بنعم وانت لأ والموضوع كله اصلا ملكش انت فيه ربنا عز وجل بيقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ظهرة ربنا عز وجل بيقول ظهرة في الاخر ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه موضوع كله ابتلاء ورزق ربك خير وابقى تشبيه ربنا عز وجل لكل الدنيا بمتاعها بملزاتها بكل حاجة حلوة فيها ظهرة موضوع مرعب انزل اشتري وردة من اي مكان نشوفها هتقعد معاك كم يوم يومين ثلاثة حطها في الفريزر هتقعد معاك ايه يعني شهر الاخر هي ظهرة والزكي والشاطر والربنا عز وجل بيوفقوا اللي بينجح الموضوع كله اختبار وفتنة اللي نفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى افتكر ان انت في الدنيا في اختبار وفي ابتلاء ويتركز على حاجة انت ملاكش تدعوه بيها توصعش مجال بصرك ودايما قول الحمد لله عشر ربنا عز وجل يزيدك واستأذن ربكم لان شكرتم لازيدا منكم ولان كفرتم ان عذابي لا شديد افتكر دايما انك في اختبار ومحتاج تنجح فيه خليش اشتني لعبك السلام عليكم اشتركوا في القناة